مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من قلوب مصري قلوب مصري النهاردة بنتابع مؤتمر برلين لمنعاقد إنهاء الأزمة الليبية بحضور السيد رئيس عبد الفتاح السيسي احنا شفنا فيديو من شوية وشفنا جيشنا وشفنا قواتنا المسلحة وقاني الأواني ان احنا نفتخر بيها ونفتخر بوجود السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الحلقة انا بهني الشرطة المصرية بعياد الشرطة احنا كنا من وقت قريب بنحضر احتفالات عياد الميلاد شفنا الشرطة موجودة في كل مكان شفنا قوات وحوش بتحفظ على الأمن والأمان شفنا ناس بتخرج براحتها بتقدي صهرتها وبتقدي احتفالاتها الاخوة الأجباط في أمان وكلنا في أمان مع الشرطة المصرية ومع جيش مصر انا بأكد على دور السيد الرئيس ودور الكيادة المصرية في احتواء الأزمة الليبية ومسندتها لأخواتنا من شعب الليبية الشقيق الناس اللي قاعدة بنقرر برضو الناس اللي قاعدة بتنتقد البلد بقول انا الأواني ان احنا نفوق ونحس بالمسؤولية شوية في ناس بتحس بالمسؤولية وفي ناس بتتواصل مع البلد وفي ناس عايزة تبني البلد خلونا رحب بضيفي النهاردة الحج عبد الرسول طنطاوي أمين القوال العربية بالوضعشين أهلا بحضرتك يا سيد محمود وأرحب بزميلتي الأستاذة هادير معروفة أهلا بحضرتك يا سيد محمود في البداية عاوزين نتكلم مع الحج عبد الرسول من كم يمكن عندك احتفالية احنا يمكن كان عندنا حد من القناة بتبيحها بخصوص دعم الجيش والشرطة واحتفالات عياد الشرطة وعياد الميلاد تكلمنا عن إزاي جات لك الفكرة وإزاي فكرت فيها لازم أستاذ محمود نخدم بلدنا ونقف جنب جيشنا وسرطتنا لأن هم دي الأهم الشئ لنا والحمد لله يعني أي حاجة احنا بندور عليها أن نخدم مصر بأي طرق أين كانت أنا شايف الاحتفالية كان فيها حجد وكان فيها ناس من رجال المعروفين الناس المحبين للوطن الناس الدعمين ليه وكان فيه شخصات كويسة وكان فيه حد من القبال العربية وحد من قبط الفلاحين يعني أنا بحييك على أنك أنت من الناس الوطنيين واسب الأستاذ هدير اتراحب بيه أهلا بحركة أهلا بحركة طبعا المؤتمر كان حاشد وكان جميل جدا وكان أكثر تنظيما فبصراحة كان أكثر من رائع وكان بيضم كيادات سياسية كبيرة فحضرتك يعني قدرت الجمع إزاي كل الكيادات السياسية دي لحب الجيش ولحب مصر ولدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي حضرتك الناس دي كلهم وعفين جنبينا النواب عندنا أي حاجة بنطلبها منهم بيحضروا ويعني بيشوفوا مشاكلنا وبيقفوا جنبينا وناس يعني عايزة تخدم بلدها وأنا بحن الشرطة بعد الشرطة وبحن الرئيس بمناسبة المناورات في ليبيا وربنا يعينوا كلنا مع السياسي ومع مصر وجيش مصر وشرطة مصر إن شاء الله نحن في الزيارة اللي كانت الفريق البرنامج قاين بيها عند حضرتك في المنشيط كاسب رصدنا بعد المشاكل اللي كانت موجودة هناك ويمكن كان فيه مشكلة كبيرة مركز شباب يعني أنا بتكلم عن مركز الشباب يا جماعة مركز شباب من الشكل مركز شباب أنا كنت تفاكر عادي الإيمان في الفيلم في التجربة الدنماركية في التجربة الدنماركية بيهرج أو بيتكلم في حاجة كده مش موجودة لا إحنا رحنا شوفنا مركز شباب يمكن أسوأ من اللي تكلم عليه الفنان عادي الإمام وكان أداة للسخرية بتاعه إحنا شوفنا مكان مقلب زبالة شوفنا مكان ماينفحش خالص إن الشباب يتواجدوا فيه شوفنا صعب بالنوصف خلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاريخ موسيقى 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 في الحقيقة لما الحق عبر رسول كان يتكلم معنا على المشاكل في القرية الموسيقى 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 مركز الشباب هنشوفه هنحزن مكان خرابة يعني أنا معرفش الناس بتيجي ازاي او بيدخلوا ازاي احنا لقينا مكان متهالك باب مفتوح دخلنا منه لقينا المنظر المخزي وزير الشباب الشاب المحترم اللي بيعملوا مؤتمرات وبيعمل لقاءات وبيعدي فرق قومية وبيدخل في المنافسات النهاردة بنشوف منظر لسر عدوة حبيب درسالة بقولك يا سيد الوزير يا شباب ده مكان للشباب ده لو مكان يرضيك ان حد يدخله او يمشي فيه او حتى ينفع اي حاجة احنا راضيين درسالة بنوجهه لمحافظ الجيزة اللي قعد في مكتبه في التكيم والوزير اللي قعد بيتفرج على الفيديوهات والحاجات الجهزة اللي بيجيله يا جماعة هنشوف المنظر وهنستمع الحاجة عبد الرسول اللي أنا ما صدقته شواء بيكلمه الحاجة عبد الرسول المكان ده ازاي والناس بتدخلوا امتى ومن المسؤول وازاي بالشكل ده انا بس حضرتك انا جيت شفت المنظر ضهم يعني انا ما عجبنش النظام وقلت لحضرتك انا عندي النادي خرابة مش اي كلام وديك شفت بحضرتك وصورت وشاف المنظر قدام لو كان ينفع نادي ده يبقى نادي انما انت شاف حضرتك خرابة هيت موجودة على الطبيعة فاحنا بنشهد الوزير والمحافظ والمسكني الشباب والريادة ان يبصونا بصوا الكرية من شيء كاسب الناس الطيبين اللي هم بيحبوا بلدهم بيحبوا وطنهم واحنا كلنا لازم نحب وطننا ونحافظ على وطننا ونحافظ على بلدنا ونشوف الحاجات الغلط اللي قدامنا ونعمل الصح يعني دلوقتي يا حاج عبد الرسول لو تعرض عليك ان اكتسام في تحديث النادي ده وان اكتسام في اي حاجة هتتأخر لا انا عمري متأخر عن كرية بأي شيء ولا عيل اي حاجة تخدم بلدي وانا قلت الكلام دي متمر اي حاجة تخدم بلد انا فيها واقفل في بلدي نرفعها فوق عشان بلدي هي اللي انا متربي فيها ومنشوف فيها فهم شيء بلدك اللي انت منشوف فيها تعمل فهل ليرضي ربنا معاه الحاج عبد الرسول مش بتاع انتخابات يعني الراجل ما بتكلمش للدعاية لا بتاع انتخابات ولا بتاع لقاءات هو الراجل الخير وبيعمل حاجة الوجه له النهاردة احنا جينا معاه عشان نشوف المنظر المخزي واكيد طالما بدأنا بمركز الشباب اكيد الباهب ازايه ويمكن اسوأ منه تابعونا ويوم من السعيد خالص في كارية مسجد كاسف احنا طبعا زورنا مركز شباب وشوفنا خرابة مش مركز شباب مش المكان اللي ممكن الشباب يطلع ويتبني وينجهز ناس الشباب قادر على انه يحمي بلاتنا في الفترة اللي جاية زي الرئيس ما بيقول لاي النهاردة دخلنا واحدة صحية كمان في منشيك كاسب مفيش دكتور مفيش خدمات مفيش حد خالص اتقابلنا بواحد من المواطنين اللي كان موجود في نفس المكان عاوزين نسأله انت هنا اللي انت بيشوف الخدمات بيتتؤدى في الوحدة الصحية فمشيك كاسب الوقت هو الخدمات اللي بتتؤدى مفيش دكترة اصلا من دكتور سنان مثلا بيجي كل اسبوع ويوم وفي حوال عن تلت شهر الوقت ما بيجي دكتور بطناء او سيضالي بيجي اللي مرتين في الاسبوع بردك الكاتبة نفس الحكاية اميديه لكل واحد رأيه ماشي بطريقته ان كده ممكن تعمل شكو ولا حاجة في دكتور او اثنين تمشيهم وبعد كده ما فيجي جاكاترة تنبتيجى الا بعدها في شهر او اثنين او بما يجي للدكتور التاني يعني انت شايفي الوحدة يعني شايفي المكان كويس ومفتوح وكده مكان مفتوح بس بيجوا مسلا وقت معين وما فيش اللي زم انت شايف كده الممرضة واحدة والبقى يقول له مش حتى الكاتبة المفروض تقعد لحد الساعة ستة او الوحدة المفتوحة اي المفروض مش المفروض دي بقى حتى هي الادارة تحسيبها لكن نحن نتكلم عن الخدمات فيه خدمات ولا فيش خدمات مفيش هكيد يعني وانت حزب او من الخالد انت شفت الجو عمل ازاي والادوية ممكن مفروض دي بقى طلعفة شهر ممكن تعد على طلعفة شهر تانيين ما يجيش في ادوية ممكن يجي انت احضرتك من سكان المكان ده اكيد اه انا عرف اسمك بس عشاني صراح برأي احنا في الوحدة الصحية وقابلنا حد من الناس المواطنين فيه مشكلة ميا مفيش ميا في الوحدة مفيش كارابة في الوحدة يعني انا معرفش الناس هنا عايشين ازاي والناس بيهتموا بها ازاي ونفذوا الكلام الرئيس ازاي المحافظ بتكلم والرئيس بتكلم والدنيا كلها بتتكلم على ان احنا نهتم بالناس الاكثر احتياجا والاسف الشديد دير سال احنا بنوصلها للمسؤولين والسيد مدير الادارة الصحية في المدرشين بنقول له في ناس هنا موجودة وانت حضرتك واضح انك انت بعيد عنهم خالص يريد تزور الوحدة الصحية شكرا جزيلا لا عفو انا لكم بعض التقرير طبعا موقف مغزي مش عارفين ده نادي ولا ده كان ايه كان تقرير بصراحة اكثر من مغزي يعني فطبعا الحج عبد الرسول تكلمني ازاي عن نادي ده بصراحة مش عارفة هاولي نادي حضرتك ده هم شيء برضو للشباب علشان دلوقتي بدلا ما بيروحوا يدعوا يا ريت يا جماعة لو اي حد مسؤول في الشباب والرياضة يعني بدلا ما يروحوا يقعد على الاهاوي على الفيس عائشة مخدرات يعني اللي احنا شونا ده كان نادي او مشوعة نادي اصلا لا مش نادي ودي مش نادي خالق ولا يتحسب ان نادي احنا بنظهر على الشباب دلوقتي الشباب لما يكون فيه مكان يقعد فيه يعمل مثلا صلاة افراح نعمل فيه اي شيء للشباب العاب للشباب هنقلم شبابنا بدل من سيبهم يمشي ورا المخدرات يمشي ورا الفيس يمشي ورا الكلام الفاضي لا احنا عايزين مكان يبقى الشباب ملمون فيه يحفظوا على بلدهم ويعملوا كل شيء لبلدهم ويحفظوا على بلدهم مصرية ام الدنيا مصر ايه ده مركز اعداد شباب وكوادر ازاي ازاي ببقى المنظر ده ما يتحسبش ان مركز شباب انا بنشهد المسئولين ان يبصوا المنشيك كسب دي على انها قرية فقيرة ونسها طيبين احنا معنا مدخلة استاذ علاء المتناوي مدير الشباب ورادة والبطرشين اهلا نسأل بيك علاء بيه اعلم بيك يا رحمد دي اعلم بيك يا رحمد الناس الموجودة مع السيادة كفان دي حضرتك شفت التقرير وشفت مركز شباب منشية كاسب اه انت حضرتك ايه رأيك في المنظر ده حضرتك انا منشية كاسب داخل حاليا في حملية تطوير واخد بالك تبعت قرية اكثر احتياجا فان شاء الله المركز هيتعمله ملعب ملعب حداشر منجل وهيتعمله مدرجات وهيتعمله ماء ادخله مية والنور وغرف خلع ملابس وده كان بالتعاون مع وزارة الشياب ورياضة ومحافظة الجيزة وتم ادراجه فعلا في الكرة الاكثر احتياجا وتمت معاينة من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشياب ورياضة ومحافظة دي بالنسبة للمركز المركز عايز اقول لي سيادتك ان المركز انشط عام 1990 وزير عبد المنعم امارة اه جاي افتتحوا الوزير عبد المنعم امارة ويمكن المركز من ساعتها ما تخلش في عملية تطوير وانا كنت سمع للحاج عبد رسول بيقول على الاستثمار الوقتي سيادت الوزير معلو الوزير اشرف صبحي فاتح الاستثمار واحنا طرحين مشروع الاستثمار ياريت ياريت حد يستثمر يعمل قاعد افراح يجي يعمل زي ما هو لحضرة اقدار المناسبات او غيره او غيره احنا بنحاول جاهدة لان دي الوقتي طبعا مشكلة في الاتجاه الساعة حالينا والاستثمار والمركز بردك موقعه سيادتك ان تشوفت الموقع وهنا بنحاول نحفز على قد من اقدر لكن بالنسبة للمركز تم مجازاته اكتر من مرة اقدر حضرتك نظر للمركز بس هو مشكلة المركز ينفيش موارد مالية دي مشكلة برده فاريت الحاج عبر اصول انا شايف الحاج عبر اصول بيتكلم وبالتعاون مع اجهزة ان شاء الله ننهض بالمركز طيب احنا كنا بنتكلم على وجود مجلس ادارة على بيه وان المفروض ان كان في مجلس ادارة موجود لكن هيديري انا شايف ان هو مش هيدير حاجة مجلس ادارة مش هيدير حاجة يعني عشان ما نركش اللوم على مجلس الادارة أعملنا جمعية عمومية في شهر التسع اللي فات وتغير مجلس الأدار المجلس ومجلس الأدار السنة اللي فاتت وجبنا مجموعة من الشباب ونأمد أن المجموعة الشباب نتكاتف وننهض بالمركز ما هي المكترحات والولادة العامة التي يمكن أن نفعلها على أساس أن نرجع مركز الشباب يكون مكان لتجمع الشباب ويقض فيها وقتهم يكون شيئا كويسا نحافظ عليه حضرتك جريتني أن حرك ملف الخروج أكثر احتياجا لأن تم معينة في شهر التلاتة اللي فات من قبل قوات المسلحة بالتعاون مع مجلس المدينة بتاع البدرشين والتعاون مع المحافظة وكان بيقوله أنه يتم تطوير القرية بحوالي 22 مليون جنيه على الصحة والتربية والتعليم وكان نصيب الشباب الرياضة أربعة ملايين جنيات من المبلغ إيه اللي تمت أربعة مليون يعملوا مركز الشباب كويس جدا؟ حضرتك جاءت لجنة مقوات المسلحة عملت معينة ورفعت المأسات بقول لحضرتك أنهم يعملونهم ملعب 11 منجر بالإباءة كاملة بمدرجات بغرف خلق ملابس لكن أنا لا أعرف الموضوع ليه يعني؟ بعد ما نسلمنا الورق المفتوب كله للجنة اللي كانت يعني حضرتك الورق وقف فين دلوقتي في المديرية ولا وقف في الوزارة؟ الورق حضرتك في الإدارة الهندسية إدارة الهندسية في المحافظة في المحافظة؟ أه في محافظة الجيزة نحن نتواصل مع الإدارة الهندسية ونتبه مع حضرتك بصراحة الشكل العام سيء جدا ياريت ياريت يا فنديم ياريت كل الأجهزة تتعاون وتكاثب وحضرتك نحاول نحن نتك طب دور السادة النواب مع حضرتك في الكسري والله أنا عندي الحاج الصبحي والحاج بطري المشكورين بيتعاونوا معنا في جميع المشكلات يعني هم من فترة أمدوا لي جميع ملاك الشعب اللي عندي معظم ملاكة صناد جيمو وطرف الضاب بلياردو وأساس وبيحاول أنهم يفررون لنا الدعم المتكامل وقبل حضرتك ويمكن نحن عرضنا الموضوع دور دخل السادة النواب على أساس أنهم يتدخلوا يعني يحرقوا الموضوع لكن النواب بتوعنا مشكورين ما بيبخلوش طبعا نتعرف أن الشباب هو عماد الأمة وأننا عايزين ننجزب الشباب للملاكز بتاعتنا ونحتوي الملاكز بدلا ما يبقى عرضها للضياع يا علاء بيل المفروض عندنا المستشار مجدي متين هو مستشار الاتحاد الأفريق يعني المفروض أنه صوت بيوس والله يا مجدي بيشتغل معنا يا ري والله يا مجدي بيشتغل معنا على قد ما بيقدر يا ده مستشار الاتحاد الأفريق يعني كلميته مسموع والله يا محمود دي على قد ما بيقدر الراجل يعني أنا مش عايزة أقول الأستاذ مجدي الحج صبحي الحج بك جميع الناس عندي هنا في الصراحة بيتعاونوا معنا على قد ما نقدر بإذن الله أنا عاوز أقول للمشاهدين إن البدرشين طلع منها الكابتن صبر المنياوي وطلع منها الكابتن أشرف عبد الحليم وطلع منها الكابتن أيمان حفني طلع منها نجوم كتير والكابتن فرور رواش يعني نجوم كتير موجودين فهنا عاوزين نرجع العهد ده علاء بيه ويبقى فيه شباب يطلع ينفس يعني حمود دي أنا عندي في المشابهات الدينية وبطلاف الكراتين البدرشين بتحقق المستوى على المستوى الجمهورية وكذب الحضرتك ومراكز على قد الإمكانيات بتاعتها وبالحق مراكز على مستوى الجمهورية النشاط الديني وفي الكرات دي وفي غيره من الألعاب طيب إمتى علاء بينتابع الملف ده ونقول إن إحنا وصلنا فيه لحاجة يعني إن شاء الله إن شاء الله أنا أتواصل مع الحج صبحي والحج بكر على أساس إن إحنا نروح الإدارة الهندسية في المحافظة نشوف يعني إيه يعني هو العملية أنا أقفة ليه بالإضافة أن المدرية بتاعتنا بتأدي وكل المتاح يعني يعني بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الوكيل ووكيل الوزارة ورسوز عدل فاهم ووكيل الشباب وأنا نفتكف الحج الصبحي والحج بكرون ونطلع على المحافظة إن شاء الله ونحاول نحرك الموضوع أنا أستغل وجود حضرتك معنا ونقول ماذا تم من خطط أجازة نصف العام بنسبة لمراكز سباب البدرشين لعدادهم كتير حضرتك أنا بنعمل المهرجان مهرجان نصف سنة وبنعمل المهرجان الصيفي أنا عندي المراكز مفتوحة البدرشين عندي حوالي 17 مركز باستقبال الطلبة في أجازة نصف العام بمختلف الأنشطة بنوفر لهم دورات رياضية أنا عندي دورة رياضية لتعمل وعندي دورة رياضية وعندي دورة رياضية وألعاب أخرى والنشاط الثقافي والديني حتى في الغناء نعمل المسابقات ونصعد بالتعاون في مدرشة وفي الرياضة ونصعد على مستوى الوزارة إن شاء الله المراكز مفتوحة يا محمود شكرا جزيلا نكمل مع الهرجان حاجة عبد الرسول نشوف المشاكل التانية الموجودة أي موضوع التعليم التانية عندي مشاكل في المدارس طبعا المدرسة عندي الفصل في تسعين طالب مدرسة طبعا أي لنص قوط وجه الجيش برضو زي ما اسمعت حضرتك وشاف الوضع وصوروا كل المبنى وأنا عندي مشاكل في المدرسة في التعليم حتى في المدرسين كمان ملاقص في المدرسين يا رياضي يا جماعة نشوف حد من التربية والتعليم كده يا رياضي فالمدرسين طبعا مفيش برضو مدرسين موجودين في المدرسة وغير كده يعني التسعين طالب في المدرسة كتير على الفصل تسعين وزحمة جدا والناس تعب يعني ظروف كمان يعني يعني هو كده ما فيش متابعة حاجة بدقول كده لا ما فيش متابعة لا ما فيش أي متابعة طيب دي كده كسور أصلا في المنظمة في التنظيم كله يعني في التنظيم في المدرسة وفي كل شيء والمدرسة طبعا أعلن السؤول يعني المنظومة كلها أصلا يعني عايزة عادة هيكلة عادة بالزبط حضراتك كده يعني كده ما فيش متابعة دي أخطر أخطر طبعا آه طبعا طبعا طيب مين اللي بتابعة ياريت شون المدير الإدارة التعليمية يا جماعة في البدرشية طب المتابعة بازاي يعني مفوض مشكلة زي دي تتحلز زاي ما هي دي بقى ترجع لوزارة التربية والتعليم ما أكيد فيه اقتراحات أو فيه عندنا دلوقتي مثلا عندنا أرض بتاع وقاف ممكن بتاع الحكم طبعنا معنا الأساس سيد حمدان مدير عام الإدارة التعليمية أهلا وسلم بك يا أستاذ سيد أهلا وسلم أستاذ محمود إزاي حضرتك الله يخلم عنيك الحمد الأستاذ الحاج عبد الرسول بيتكلم عن مشكلة المدرسة الوحيدة اللي موجودة في منشية كاسب وبيتكلم عن عدد الطلبة تسعين وبيتكلم إنه ده ما ابن واحد وأيل للسقوط وعندهم مساحات أرض واسعة تابعة الأواء في اتنين واربعين فدان تقريبا وعاوزين الإدارة تتعاون معهم بحيث أنهم عندهم رجال أعمال يشتغلوا ويبنوا مدرسة تاني هو حضرتك كانوا يكلموني في الموضوع طوله محدده قطعة لأن المساحة اتنين واربعين فدان مساحة كبيرة غير محددة طوله محدده قطعة معينة على أساس أن اختار قطعة تكون مناسبة بلغ عنا الأبناء التعليمية وأنا أخذ إجراءاتها بس أنها تكون مبنية إن شاء الله بس هم يحددونا مكان محدد بس طيب إحنا عاوزين ناستفاد من الإمكانيات الناس عندها استعداد تساهمة سيد بيه ما بيش مشكلة أعاوز أتطور بلدها يعني جاهزين في أي حاجة بس هم يحددونا قطعة معينة وأنا معليك أنا مستعد وبيش مشكلة لأبناء التعليمية بصراحة البشمانس رشاد والناس كلها مش متأخرين معنا في أي حاجة هم معليك يحددونا بس قطعة معينة هننزل أبناء تعينها وتاخد مقاساتها وكده مناسبة هيهم على طول المبنى فيش مشكلة يعني تحتهمنا طيب إحنا عاوزين نستغل وجود حضودك معنا وإحنا دولات في امتحانات الأولى سنة وامتحانات الأدادية المشاكل بتواجأ حضودك في المرور في المدارس واللي بتقابلك مع التابلت ومع الأجهزة اللي بنتكلم عليه أولئة الأمور بيشروها هو بالنظم عليك للتابلت إحنا طبعا بلغنا وزارة الكهرباء وعملنا احتياطات جملة على أساس الكهرباء لا تطيعش أسنان فترة الامتحانات وبالفعل الكهرباء مستمر وفيش أي مشكلة وجميع الطلبة دخلت امتحان إلكتروني ممتاز وفكرة رائعة وأنضب ألف مرة من أي حاجة تانية طب يا سيد بي احنا كده ممثل المشاكل دي كلها لها وقت زمني محدد لكل الحلول دي ولا لسه مفيش خطة استراتيجية بالليس بحديك للتابلت؟ آه لكل التابلت والمنظومة التعليم لأيمن الإجراءات عندنا بتتأخر ليه؟ هو معلش اكتبها دراسة كده وهو بفيه عوايق من المجتمع نفسه ومن عدم الفهم من الموضوع نفسه لكن لما بلقت الناس تفهم يعني امتحان إلكتروني والشغلة كويس ويقتنع بيه أصبح ممتاز جدا بالعكس ده بيرايحهم ويديهم فرصة أنه هو يعتمد على نفسه ويدخل على البنك المعرفة ويتعلم وبنظام جديد محترم لا سنة ولا دروس فصيصية ولا استغلال معلم ولا أي حاجة خالص ففكرة رائعة يعني مش ما فاشو أي حاجة خلط بالعكس من صالح المجتمع تماما فإن شاء الله بإذن الله تنطبق على التعليم كله بإذن الله يا طرح حضورتك بالنسبة للمدارس البدرشين اللي تابع الإدارة التعليمية عند حضورتك كم مدرسة تقريبا؟ عندي حوالي 147 مدرسة 147 مدرسة في حضورتك استعدادات للأجازات نصف السنة أنشطة خاصة للطلبة أو المزرقات كله جهز جميع الأنشطة جاهزة وجميع المجيل أول عمل خطة للأنشطة وإن شاء الله بإذن الله الأجازة طبعا حوالي 15 يوم فالأجازة خمسة أيام يعتبر الحضور من حد الخميس ويعتبر عشرة أيام يعني فمستعدين لها تمام إن شاء الله عملين خطة كده رياضية وفنية وأنواع خطة متعددة يعني أنت عند حضورتك السنة اللي فاتك نحد طلعا من الأوال الجمهورية تقريبا في مدرسة من المدارس آآ مدرسة متراينة الرابع على مستوى الجمهورية تعليم بالتوفيق سيد بيه وتحتامك الفن دمتا شكرا جزيلا يا فن نكمل مع الحج عبد الرسول المشاكل الحياتية اللي بتواجه المواطن في قرية منشيت كاسب آآ في ضوء توجهات السيد الرئيس عندي مشاكل حوادث على الطريق الطريق مش مرصوف عندي آآآ الطرق كلها بيضة وديك حضرتك شفتها وآآ عندي مشاكل كتير عندي في مياه الشرب عندي مشاكل فيها يعني المشاكل دي كلها في القرى وطبعا آآ هتبتشتري مياه حاج عبد الرسول بنشتري مياه احنا عاملين محطة ما تقريب احنا كده محتاجين حد من نوابع سادة بعديزنكم نكمل ومشاكل الفلاحين ايه مشاكل الفلاحين طبعا آآ 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 الفلاحين عندي بصراحة قريتنا طيبة جدا ويعني اي حاجة بنعد من نحلها مع بعض ونشوف مشاكلنا احنا مع بعض ما بنحتاجش نروح هنا ولا هنا لازما احنا مع بعض نحل مشاكلنا مع بعض بالنسبة الارياف عندنا يعني لنقول القرية هادية ما فهاش مشاكل لا الحمد الله الحمد الله مشكلة المياه دي بدأت ازاي لا مشكلة المياه عندك دلوقتي ازاي لحد دلوقتي ماخدوش فيها اي قرار مفروض المياه دي يعني هادية ترجع للوزارة مش لأي حد لا محدش بتابع او بقدم شكاوي لا اوه عندنا محدش بشكي اي شكاوي لا ما هي دي المشكلة فينا احنا بقى ما بقولك قرية طيبة مش عندها كده ولا كده هم بيخافوا على نفسه وخافوا على بلده وخافوا على ان بص انه ما يدرش حد بمعنى لا صح مش هم ما بيدرش حد بصداح كل واحد كل مواطن انه يخش له ميا نظيفة المياه دي اساس الحياة منها بيشرب وحياته اليومية فازاي تبقى مشكلة في المياه ويبقى فيها كسور ما هي بالنسبة عن المياه حضرتك انت عارف اوه دلوقتي محطات المال ممعتني المعنى النائب بقر بغريب اهلا ومسلم بيكي الست النائب اهلا شخص احمد بايه ازيو حضرتك ازاي قضي أزاي ديوفك كل واحد تك هاي داي حضرتك بايش معنى الحاجة عبد الرسول من عبد الرسول طنطاوي منشيط كاسب انت لحظ يا بايش انت لحظ في مشاكل كتيرة في البدرشين وفى منشيط كاسب تحديدا بيتكلم عن نادي وعن مركز شباب وعن وحده الصحية ما فانش دكتور وعن مدارس مدرسة واحدة عندهم وعندهم ارض فضية يعني عاوزيني شو في اللي تم من من السادة اللي هو في الفترة اللي فات والله الحاجة عبر رسول ملات المهتمة بشأن ملشي الكاسب راجل كويس يعني وكان جه المكتب شرفنا وكان طلب اللي احنا لاخد مفيش الارض اللي هناك اللي هم عاوزيني يعملوا فيها ارض من الوقاف ولو قاف جالنا الرصد انهم على استعداد الاستبداد او الشراء يعني الارض موجودة بس محتاجين للمدارسة اللي هو كان عاوز ينطفينها بحاجات رسولي ايه طب الحاجات التانية سادة النائب اللي تمت الفترة اللي فاتت يعني عندنا عندنا تساؤلات كتيرة من كرة كتيرة في حوالي 17 كاريا بيقولوا ان السادة النواب ما اشتغلوش لا في حاجات كتير والله موجودة على اصل الواقع وفي حاجات حيث التنفيذ وفي حاجات تم التدفع يعني بتكلم على صرف وبتكلم على مية شرب وبتكلم على مدارس وبتكلم على مواصلات وبتكلم على تنظيم بالنسبة للصرف طبعا كان حاجبك تعرف انه كان مؤجن من 2007 كان من 2007 زميلنا النواب يعني كانوا حصلوا على موافقة صرف القعب الكرة عندنا واحنا جبنا فلوس اللي احنا فيها ديت عشان نقدر نشغل الصرف المعطل اللي موجود من 2007 في مركز مدينة البدرشين عن تحضرتك قرية مسجونة انتهت والواصلات المنزلية شغالة دلوقتي هي قرية مسجونة مقسوما قسمين يعني العزبتين جزء الوقتي اللي شغال بيدكيبه فيه الواصلات المنزلية دلوقتي يعني خلاص هو انتهى تماما دلوقتي بترمي في محطة الدعشور محطة معالج الدعشور اللي هي عندنا في الدعشور يعني وبالنسبة قرية برجوان القبلي الاعمال شغالة فيها بنسبة 85% وده بالمجتندات وان شاء الله يوصل من واصلات المنزلية الشهر ده وبالنسبة القرية الشوك الغربي طبعا احنا حصلنا على مدلق 80 ميليون جنيه والكلام ده موجود على شغل الشركات المتوقفة في القولة اتباعا انا وزميلي انها بصبح الدال يعني قطيت شوك من غرب ان شاء الله في قطرنا اربعية دوم تكون شغالة واصلات المنزلية فيها برجوان القبلي نفس الكلام بإذن الله اللي الاعمال تعتبر واحدة في الواصلات يعني هيخشوا على واصلات المنزلية ودولها يرموا في محطة الدعشور وعند حضرتك ان شاء الله في مفاكة القرية بصير في مفاكة القرية العجزية حصلنا على اثنات اليوم ان شاء الله بإذن الله يخشوا في الخطة اللي جاية دي على طول يعني خلال شهرين ثلاث يهور هيكون الشغل شغال فيهم نزل قرية متر هنا بدأ العمل فيها بالفعل نزل قرية فقارة دي مسندة لشركة بغتر إبراهيم برضو من 2008 تقريبا جدنا الفلوس وان شاء الله الاعمالات التأشرة طيب سيارتي الناب كده ومعنى حرك كده انه فيه فعلا خطة ممنهجة على كل الحركة الشغل حركة عامة ده منشهة تأشور قسندة بالفعل وزوي الضغشور قسندة جدنا لها الموافقات برضو ومنشهة الضغشور ونزلت الشغل التلات كرة دول برضو ان شاء الله هيا عندنا خلال في كلها السنة هيا اشتغلوا فيهم ان شاء الله خلال فيها بإذن الله هي الجديدة سيارتي النائب اللي بشر به الأهالي في مركز وكرة البلرشية هي المفاجأة اللي لست محدش يعرفها من خلال برنامجك المحترم هي اتناد ان شاء الله اعمال قرية العجزية وقرية أبو سير ان شاء الله يعني الصرف الصحة يبقى في العزة وعندنا الغاز الطبيعي يعني قربنا الخاص في المدينة ان شاء الله هيلقف في العجزة بشرحية وتباعا بقى القرى اللي تخلى الصرف هي اشتغل فيها الغازة طبيعية بإذن الله طبعا احنا عاوزين ونحن نتابع مية كوم باكس بتتعمل عشان من الواجه الصيف القادم ان شاء الله بيبقاش عندنا القطاع اللي كان عندنا القطاع قد جدا في كل القرى كان يتظر كبيرة محرومة في سوق بزولة المدرشين من المية من التوسع و الافك اللي شغل من بعد الصورة بقيت الناس في الاراضي الزراعية وكلو عاوز بحشنا على المية وده حقه طبعا بالعمل خمس محطات مية جداية من 2015 وان شاء الله هيته ريب بإذن الله يمكن استنادي يحصل فيهم حاجة جديدة مزغونة يستغل فيها محطات مية بالنسبة لقرية منشيت كاسد قد تشغط دي من الكيش يعني الكيش هتلاها محطة وهي يمكن القرية الوحيدة اللي فيها مية تبايا على طول رئيس الوحيدة الصحية والحاجة الرسول لم يبلغنه بحياب الدكتور قالت الوحيدة الصحية نحن نريد أن ننزل سيادة النقب بصور الحاجات التي تبقى موجودة معنا طبعا معكم وان شاء الله بإذن الله حاجة الرسول من الناس الذين تتبع معنا نحن نقول للمشاكل في السيديا مرة أتسمعها نحن نقول لسيادة النقب من النواب النشطين جدا في المجلس نخد من مركز متقدم السنة دي من أفضل النواب الموجودين على مصام حفظة الجيزة بنقول عاوزين وعد من سيادة النقب موجود معنا في السيديا الحلقة الجاية بإذن الله من شاء الله بإذن الله بإذن الله نصور ونشوف الحاجات اللي حدثتك المراحبات اللي بتقول عليها اللي حاجها برسوله ومعاكم بإذن الله طب في حاجة كنا سمعنا عنها اليام اللي فاتت ديات مبادرة السياد الرئيس لإعادة تشغيل المصانع المعطلة واللي شاف إن حضرتك ليك دور جامد في موضوع المصانع المعطلة فيها بالتعاون مع الوزرات التالية كان سيادة رئيس الوزراء والباك المركزي كانوا قاعدوا مع بعضوا ورقوا إن في مصانع معطلة عاوزين يشغلوها فوجدهوا من البنك المركزي مليار جنيه للمصانع المعطلة المتعسرة فطبعا أنا كنت لفت نظر سيادة رئيس الوزراء بوزراء مرة وأدمتها على إن المتعسر هو المصنع المتوقف بالفعل مش اللي عاليت يوم في البنك ممكن حضرتك يكون خط كارب من البنك على المصلح بتاعك والمدام عاوزة بيلا عاوزة حاجة وبرتصت كمبيا فيه إنت تتحسب قدام الدولة كده متعسرين بقى كده الدعم اللي محطوط ما مش هيوصل لمستحقين المفروض يبقى فيه نظرة من الدولة للمصانع المتعسرة هي اللي واقفة بالتعال ومدولة بالفوائد الغاز وفوائد الكهرباء والمية والدرائب والمية يعني في منطقة عربة مسائل عندنا كانت خمسمائة مصنع شغالية بالغاز الطبيعي تركة الغاز حتطلوهم فوائد 22% طبعاكم متعليهم والتجون بالتالي وقفوا مصنع بعد مصنع حوالي 28 مصنع اللي شغالين بالغاز الطبيعي دلوقتي وماكلوا من 400 وشوية معطلين ووقفوا والتاينوا بقى للمصانع والتركات الغاز فيا ريت نظرة من كده رئيس الجزرة للمصانع عربة مساعد مفروض الصف وعربة مساعد اللي عاملة بالغاز الطبيعي هو ده المتعسر هو ده المفروض الدولة تشوف وترفع الفوائد اللي موجودة عن الغاز الطبيعي على أصحاب المصانع دي من تأمينات وضرائم ده المتعسر لانما اللي في البنوك ممكن يكون متعسر شيك او شكين ومش عشان المصنع متوقف لا ممكن كان شاري بيلا كان شاري أرض ممكن ده يحتسب متعسر قدام الدولة وتسديده دين مش بتاعه طب احنا قبل من نسيب حضورتك كان فيه عندنا مشكلة خاصة بفيزي التكافر وقرامة هرزين نشوف لو فيه سهورة جبا اللي الوزيرة الجديدة وعادتنا ان هي هتحل المشكلة دي بالفعل وكان حصل ان فيه في كل قرية اتعين حد اللي يقيم للناس يقول ده عنده ملك ده عنده بيت ودي طبعا مشكلة ان فيه دغائن وبيب العائلات والقسر وبعضها عنها فممكن تكون فيه ناس غير مستحكة وبتسرب من تكافر وناس مستحكة وتقطع عنها البيضة فدي مشكلة كبيرة قوي كنت في عصر الوزيرة القديمة والوزيرة الجديدة وعادتنا انها تحل المشكلة والوقت احنا بناخد تظلمات بتاع الناس وانسخمها عن البدد الوزيرة حال المعارضة جايب ناس في زيتها تشتغلت بالفعل معها طلبات كتيرة اول فيها تشتغل احنا معنا على الشاشة صور وكميات كبيرة من الفيز المعطلة يمكن الشيء ممكن مجمعينها مبارح واكيد انت حضرتك شايفها في الصورة لا انا مت متابعة الفيزيون عموان احنا عاوزين واحد من حضرتك ننزل نصور الورش الموجودة والمصالة المعطلة في عربة ومساعد في وجود حضرتك وفت حضرتك انا برضو لجأة الرئيس لكن في الصناعة ده الفرج عامل الرجل محترم وقاتل مذكرة من عنده برضو موجهة لسيد رئيس مكتس الوزراء وانا المذكرة اللي بعتها من شهر رئيس مكتس الوزراء اتبعت بالفعل الوزيرة الصناعة جديدة وان شاء الله يمكن يقتنع المصالة دي فعلا متعزرة مش المتعزرة في الكنيك لا ارفع الفوائد اللي موجودة في الدولة 22.5% اللي حطها وزير البترول على اصحاب المصالة فوائد على الفلوس يوم بخمسة مليون جنيه سنة ستة مليون جنيه 22% مليون جنيه في السنة على خمسة مليون جنيه مليون جنيه في السنة فهذه الصناعة كانت باع صراميك كل دول عليهم فوائد مصانع صراميك مصانع الحديد فهي حاجات كثيرة على فوائد الدولة التتقضى والمصانع دي فت فعل وفت فيه مصانع معطلة ووفت من قطر الديون وطرقمت عليها ديون من الفوائد اللي حطها مزيل البترول فهي حد يوضت مع شركات الغاز اللي بتدي للصناعة ويعني ده احنا الدولة عاوزين نشغل المصانع فيه ألف مصنع متفكف عاوزين نشغل المصانع مش نسود المصانع بطالة وطبعا العبادة المشغلة في المصانع هتطلع تستعمل فيه الشغل على توكتوك يشتغل يبيع برشام ويبيع مخدرات على الطريق ويخطف 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 للأسف يعني للمفروض السيد الرئيس تعمل مبادرة انه يشغل المصانع المعطلة واللي هي مدينة فعلا متعسرة خوفي عشان ننهي على البطالة تتبكه في مطاقة تانية تتبكه للناس اللي هي فتنا الرجال أعباء وفعلا معاش متعسر ويستفيد بالكروض وبالفلوس اللي هتشتار من عليه الضيون من العلاج بجوك يعني انت تتوكل الصناعة فعلا عنده الضرين بيقدر يعرف مينها وعنده تعملات يعرف مينها للناس دي وقفة وعنده فوقتين الغاز اللي كان بتطلع في المطاقة على المساعد بأرقام كبيرة جدا بالوقتي مافيش مقارب من 28 مصنع اللي شغالين بس اللي هم متعقدين مع الجيش ومتعقدين مع شركات كبيرة فدول مش هذين يوقفون فبنتالي شغالين اكيد احنا بندم صوتنا لصوت سيادتي النائب مبادرة السيد الرئيس لتشغيل المصانع المعطلة واكيد هبقى يوم نصور فيه نلطاكب الناس اصحاب المصانع ونشكر حضرتك سيادتي النائب وان شاء الله منتظرينك الحلقة الجاية ان شاء الله شكرا سيادتي نشوف فيديو معنا شكرا سيادتي نشوف فيديو معنا شكرا سيادتي احد من يezه موسيقى هذا الرابط موسيقى في البداية يتليم من الطريقة الكريم وترحبوا معا بالسادة الأفضل الحج سبح الدائم نائم المدرشين نحايل الحج سبح الأستاذ أحمد عطالر أمين المساعد لحزب مصلابة الوطن محافظة الجيزة الأستاذ محمد بكر طماء أمين القبائل العربية محافظة الجيزة حزب مصلابة الوطن من مركز المدرشين الحج عبد الرسول طنطوي أمين القبائل العربية محافظة الجيزة وراعي المؤتمر الأستاذ المستشار عماد المتناوي العمدة أمين أحمد حسن كاسم أشكر حزب مصابرة حزب مصابرة وطن رعي الخدمات بالنواجل وطني محترم وخدمي بيسعى أنه يتناقش مع الناس وكل محافظات مصر كل الكرة موسيقى 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 محمد طماء لقيب الفنحن والأستاذ أمين الحزب الحج شعبال إيكل والحج عماد المتناوي والعمدة أمير أحمد كاسب والعمدة محمد داود والأخوة الحضرين جميعا شرفتوني جميعا وألف برحبكم الاجتماع اليوم علشان خدمة منشيه كاسب وأهلي منشيه كاسب وتحية مصر وتحية مصر وشرفتوني جميعا شكرا للمستاذ الحاج عبد الرسول نواب الحزحز في كل القرية على مستوى المركز بدأنا ببوزير ثم العزازية ثم قلعة المرضية احنا على استعداد ننزل 19 فرد لحل مشاكل الناس صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آبي وصحبي وسلم خلوني باسموكم جميعا وبإسمي منشيه كاسب أرحب بالسابق وفي المنصة القرار ديوخنا وديوخ مركز البدرشين حفظيني حليهم تحية كوريسا وطبعا ما يفتنيش شكر لأخوية الحاج عبد الباصور والعمدة أمير كاسب وأهل منشيه كاسب كلهم وخلوني أبركلهم المهاردة على الصرف الصحي جديد وتخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة راب بالصرف الصحي احنا طبعا بنشكر سيادة المحافظ وبنشكر الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين على ما تم من إجازة من شكل ماسيه بشكر عظيمات مصر اللي هي الأم والأخ والزوجة والحبيبة لأننا شايف المؤتمر نسعى ما لا تخش صراحة مؤخرة بس شايف عنصر النساء الكبير ومشارك زي ما شارك في ثلاثين يوم هنتكلم بس بحثة القباة العربية اللي هو أمين الدايرة اللي احنا في استضافته النهاردة برئاسة محمد بيطن معاه وما معنى القباة العربية ما حبش فيه في الأحزاب لغنة لسؤول القباة العربية ولكن عشان ثابت التقبال معرجوها وفضتها في الفترة اللي فات العصيبة اللي مرت ده مصر وما معنى اللي هم على الحدود لأننا احنا كلنا في داخل عرب ورجعنا من الفاصل وشوفنا التقرير شوفنا الاحتفالية اللي كان قايم بيها الحاجة عبد الرسول لدعم الجيش ودعم الشرطة وكان معنا نقيب الفلاحين اللي هو موجود معنا فيه مندخل دوقتي أهل وانسان بيك السابت النقيب طيب النقيب محمد العقاري كان معنا وفصل ونرجع لتاني كنت عاوز تتكلم في حاجة حاجة عاوز اتكلم بالنسبة للوحدة الصحية ما فيش دكترة فيها خالص وما فيش اي اهتمام بها خالص حتى شت الملد مش عارفين نعملها حد متوفر مش عارفين نعمل اي حاجة يعني صفر عش فبنشد طيب احنا معنا انا كبير الفلاحين اهل واسهلين بيك يا أستاذ محمد ايه محمود ايه ازايك ازايك حاج محمد ازاي حضرتك الله يخليك يا محمود ايه انت عامل ايه الله يخليك احنا شايفينك ايه بمبادرك كده اربعة وعشرين يا ريت نعرف التفاصيل والله ايه اولا كل صلوك طيبين وحضرتك بخير ومثيلة على ذوك الكرام الحاج عبد الرسول امين القبائل العربية بالبادرشيه حبيبي الحاج عبد الرسول اهلا بحضرتك باش ابو الكرم وراجل محترم وربنا يوفقه في المشور الكبير اللي هو دخل تين شاء الله حبيبي حاج محمد احنا بنكلمة باشا الحجز بتاع يوم 24 ان شاء الله دي قبائل العربية والعائلات المصرية دعوة دعوة من قبائل العربية والعائلات المصرية هيبقى اليوم تنظيمه ازاي هيبقى يوم 24 ان شاء الله يوم الجمعة الناس جاية طبعا من المحاوضات اللي بتشارك في العرس الجميل ده اللي هو طبعا بيعتبر ظهيل برضو شعبي للقيادات السياسية ومسلسات الدولة ان احنا برضو بندعم دولتنا في الظروف اللي بتطر بينا وبنقول للعالم رسالة للعالم ان احنا متوحدين على قلب راجل واحد يا قبائل وعائلات مصرية كل توقف الشعب المصري بمسلميه بمسيحيه حاضرين هذه الاحتفالية عشان نقول احنا موجودين لاي انسان بيفكر يعمل تفرق بين الشعب المصري الشعب المصري متماسك ودير سالة للجميع بوجودهم في الساد القاهرة ان شاء الله لنقول تحيا مصر تحيا مصر شكرا سيادة النقيب طبعا الوقت اهدى بسرعة معاكم مع الحج عبد الرسول واكيد في مشاكل كتير انا لسه مكلمناش فيها والحلقة ممتدة ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل مشاكل الحج عبد الرسول احنا بنشكرك شكرا جزيلا على حضورك وباشكر الزميلة العزيزة هدير شكرا بسرعة معروف شكرا بسرعة وبكرر بقول ان احنا مع مصر مع الساد الرئيس بنتابع اللي بيتم اه وان شاء الله بإذن الله هتبقى بكرة احسن بينا بكرة احسن بيكم ومصر لنا ومصر بيكم ودايما يا حج عبد الرسول نقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا بس تحيا بس خالص تحيا تحيا بس